مبادرة أخرى لإنقاذ الانتقال السياسي في ليبيا دعوة من المستشارة الأممية استيفاني ويليامس إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة تقضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لصياغة ووضع قاعدة دستورية توفقية تمهد الطريقة للانتخابات الخامس عشر من مارس موعد اقترحته ويليامس لبدء اللجنة عملها على أن تنهيه في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفيما رحبت بفحو المبادرة قوى عديدة في ليبيا على رأسها المجلس الأعلى للدولة أحد الأطراف المعنية بها لم يبدي مجلس النواب أي رأي بخصوصها خاصة وأن دعوة ويليامس استثنت إبداء أي موقف من خطة هيئة عقيل صالح المتعلقة بتغيير الحكومة بل راحت تلمح إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة مشددة في مرسلتها للمجلسين على ضرورة اتفاق الليبيين بالموضي قدما وفق أولوية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ولم تمضي ساعة قليلة عن مبادرة المستشارة الأممية حتى عبرت دول وزينة في الملف الليبية عن دعمها لها ضمن بيان مشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وفرنسا مشددة على ضرورة امتناع الجهات الفاعلة في ليبيا عن الأعمال التي قد تقود الاستقرار في البلاد وفي وقت لا تزال مخاوف الانقسام مخيمة على المشهد الليبي مع تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبا بمنصبه كرئيس للوزراء تعزز مبادرة المستشارة الأممية القناعة لدى دبيبا باستطاعته تحقيق حلم الليبيين من خلال تأكيده على أن بيان الدول الخمسة ومقترح استيفاني ويليامز ينسجمان مع خطة حكومته بإجراء الانتخابات مع حلول شهر جوان المقبل